السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام عن ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخيرا خرجت الرقية بفضل الله عز وجل من التنظير والمنهج الأكاديمي فقط إلى واقع الممارسة وإلى واقع التجربة بفضل الله سبحانه وتعالى أرجع بالمتبعين الأفاضل والأخوات الكريمات إلى سنوات مضت كنا في باب الرقية ولا شك أن الرقية كان فيها جيوش ورجال يصولون ويجونون لكن كل واحد كان ربما في بلده في قريته في مدينته في حيه لا يعرف به أحد وأجزموا أنهم كانوا قلة لدرجة حتى أن وسائل التواصل لم تكن حينها بالشكل الذي هو معلوم الآن وكانت وسائل التواصل لم يكن يغمرها أو يعيش فيها الرقا والمعاج كما هم الآن بفضل الله عز وجل فأخذنا على نفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبين العلاج لأمر وهذا العنوان أعطيته ربما منذ سنوات في كل بيت راقي هذا العنوان أقول قلته قبل ثماني أو تسع سنوات أيامة الأنسبيك والبالتوك والإميسين يعني كان هذا الأمور اللي كانت يعني كنا بفضل الله عز وجل دروس على البالتوك وكذاك على نفسك وكان الإميسين المسنجرية كان هذه الأمور هي الموجودة بعدها بدأت تطور الأمور فحتى اليوتيوب كان الناس حينما نبحث عن الرقا لا نجده في المغرب إلا راقي واحد عنده مقطع ومقطعين يعني الرقا بفضل الله عز وجل بالفاتحة جزاء الله خيرا فلكن كيف الناس يبحثون عن المقاطع يريد أن يتعاجوا كان فقط مقاطع لبعض الرقاة أو لا نقل الرقاة في راقي مغرب فاضل جزاء الله خيرا كان له مقطع ومقطعين بالفاتحة وفي الجهة الأخرى كان في الأردن أظن مقطع لأحد أو مقطعين لأحد الرقاة ولكن علاج غير شرعي هو يعني فيه دخل مباشر بقناة دخول في الأمور لأنك تجد مشاكل صراحة المهم وكان هناك مقاطع لقناة الجزيرة وقناة العربية استقرار واستطلاع حول الرقية بالمغرب ليس الرقية وإنما الأماكن السحر والشعوذة التي ترسخت في قلوب العالم يعني في الخالجيين والأوروبيين للمغرب قبلة لملوك الجن والصحر والمشعوذين بدأنا حينها كنا نرقي فأخذت على نفسي بفضله عز وجل أن أظهر هذا العالم وحتى الخالجيين أقولها إخوانا الأفاضل للرقاج ظن الله وخيرا وحبهم في الله والمتابعين والشيوخ ما كان عندهم مقاطع إذن عصارة اليوتيوب والأنتنت بشكل عام كانت هناك مقطع مقاطع يسيرة قليلة وكان أظن هناك أراقي خليجي يعني عنده صوتيات وعنده بعض المقاطع كلهم كذلك مقاطع يسيرة جدا لا تتجاوز دقائق معدودة لكن هل حقيقة الرقية بأنواع الجن والصراع وأسلوب التعذيب والوعظ وإسلام الجن وخرج الجن وشكاية الناس والأعراض وكذا هذا الحقيقة التي بيناها بفضل على كانت لم تكن من باب الإنصاف ما كانت في المغرب ولا خارج المغرب لا أقول هذا يعني مدحل نفسي وكنت بياني الحق ما كان هذا الأمر وكل من يسمعوني يعرف حقة هذا يعلم أن داخل المغرب وخارج المغرب ما كان هناك علاج يظهر حقة العلاج أو حالات تظهر حقة العلاج سواء بداية من التشخيص ثم قراءة على المريض ظهور الجن التحدث مع الجن اعتراف الجن خروج الجن حتى بدأنا ثم لقينا ما لقينا من صعوبات يعني هناك من أنكر علينا أمور كثيرة عظيمة جدا لماذا المقاطع أصلا لماذا ظهور النساء لماذا يعني إبرز عضلات يعني كثير حتى بدأنا نرى يعني أشياء عظيمة جدا وكانت عندنا رسالة فلابد صاحب الرسالة أن يؤذى فلابد أن يصبر فبدأنا بفضل عز وجل نرى إقبال من كانوا يأتون إلينا بفضل عز وجل ويمدون بحالات أو يتابعوننا بفضل عز وجل أصبحوا كذلك يدخون في الميدان وساعدناهم نفسيا ودعمناهم معنويا يعني رغبناهم أن لا بد أن يكون هناك إخوة أفضل يرقون وإلا الناس وفي ذونا إلى المشعوذين والصحراء ما ثبتنا أحد وما يعني أثقلنا أحدا بل ساعدناهم بالكلام وبالدعم حتى يسيروا في هذا الباب وفي هذا المجل بفضلها عز وجل فبدأنا نبين حققة الجن والشياطين والعثاريتي والمرضة بفضلها سبحانه وتعالى نبين حققة استخراج السحر ونبين دروس ومواعظ أخذ منها الإخوة يعني الموصفين عندنا والحمد للرب العالمين والله على الفيسبوك على الواتساب يعني أسمع كلام جميل جدا نحبك أكثر من نحب أبناءنا نحبك في الله على تعلمنا منك وهذا وللأسف أن معظم هذه الرسائل نرقاء خليجيين وفي أوروبا أسمعوا من وعندي مسجلة من خليجيين ومن في أوروبا يشكرون أنا بفضل العزيون كنت سبب في هذا المجال وفي إشعاعه ثم أعطينا صورة على الراقي يعني حتى لا يبقى ذلك الصورة القديمة وحتى على مراكز الرقية وعلى طرق الكلام وطرق الوعظ والبيان بفضل الله سبحانه وتعالى فحبب هذا المجال إلى ربما كان يقول لي قل لي كانت أمنية الناس أن يصبح لعب كرة أو كذا أو مغني لكن الآن أصبحت الأمني أن يصبح حراق متمكن كفلان وفلان هذا فضل شرف بفضل الله عز وجل ولله الحمد والمنى يعني هذا أن ترفع كلام الله عز وجل كانت هي النية ليس نيتنا وما دخلنا من أجل المال لا بد أن تصح هذه المعلومة لأن البعض لا أرمي أحدا بعينه لما رأى المال ربما يأتينا بفضل الله عز وجل دخل من أجل المال ما كانت تهمت وحد باش ما يسأل ظن فيه وكانت تكلمنا على القاعدة حتى أبيل الجيل الجيل القادم أن يكون الرقية من أجل كتاب الله عز وجل وليس من أجل المال فالمال يأتي وليس يكون هو المقصود مفهوم فهذا إن شاء الله تعالى أريد إن شاء الله هذه مقدمة نقف هذه الساعة لأنها تبرزتنا كاملين لأن كان فيها توقيت للمغرب والآن في السعودية فكانت يعني هذه الساعة يعني قبل الفجر فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لضاعته والعمل على مرضاته فإن شاء الله عز وجل سوف نتمي بإذن الله تعالى باختصار حتى لا أطل عليكم أسسنا للرقية ولأصولها وبينا على اليوتيوب وبدأ الحمد لله الإخوة يجتهدون في الرقية بفضل الله جل وعلا فأنا أشكر الإخوة الخليجيين على على دعمهم وأشكرهم على تواصلهم وعلى شكرهم وعلى ثلائهم أشكرهم جزيلا والإخوة اللي في الخليج وسواء اللي في أوروبا كذلك فبارك الله فيكم ومن بركة العلم أن ينسب العلم لأهله حتى لا نكون ظالمين أن ينسب العلم لأهله فلا بد أن نوقر من سبقنا بالفضل وبينا لنا الفضل عز وجل وكان سببا في الفتح فما من آخر فتح الله عليه سواء فروق الشرعية وكان سببا سواء بمقطع أو بدعم أو بمقاطع أو بدروس فلا بد أن يشكر فلا بد هذه سنة هذا والدين من صعيكم معروفا فكافئوه سأل الله تعالى ينفقنا وإياكم من طاعته ما نريد إمامه ولا زعامه الحمد لله كل واحد يعرف بسيرة وفضله عز وجل لكن نريد فقط التقدير والاحترام والحب المتبادل في الله عز وجل ومن هذه المنبر نقول إخوة الخليجين أنا موجود عندكم وإن شاء الله يكون تواصل معكم وإن شاء الله كذلك فأسأل الله تعالى ينفقنا لكل خير آمين 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 وترقبوا إن شاء الله كذلك قصص إن شاء الله خاصة ببعض حكاية وقصة مع بعض الرقاء الذين هم خارج المغرب وليس في المغرب يعني كيف كان بفضله عز وجل وكيف كان الدعم وماذا حصل بفضله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر